اندلع حريق في مباني وزارة المرأة والطفل وتضامن اجتماعي مما تسبب هذا الحريق في إحداث حرائق وانقطاع وانقطاع الطيار الكهروائي بداخل مبنى الوزارة وتوقيف جميع الأعمال الإدارية وتمكن رجال الأطفاء من السيطرة التامة على الحريقة تفاصيل لدى بحردين عبد الشافي شب حريق في الصباح الباكر بإحدى مباني وزارة المرأة وحماية الطفل والتضامن الاجتماعي بإحدى المكاتب الإدارية وقد أزأ البعض بأن الحريق اندلع عندما حدث التماس طيار قهربائي وفور وصول رجال البطافي قاموا بإغماد النيران الذي أصاب المبنى لدينا فرقتين فرقة واحدة في السين كيمة أرام دي سيمة واحدة في السين كيمة أرام دي سيمة قلنا لم قدمونا شبطوك وقدر الله هم جوه وعننا كل جينا ووصلنا معهم لقينا صحيح السبب ده كهربة كربت في المبنى السفلي عن البيت ربنا ساعدنا في البكان لكي النار دي وقفناه بعدين جينا لجينا في المبنى الأول كله بطن نار وفي البكان الله ساعدنا في الفوق واتهيد كله كملناه بطن شيء آخر ما كيه هذا وقد أكد الأمين العام بوزارة المرأة وحماية الطفل تضامن الاجتماعي بأن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى اندراع الحرير في الوزارة لم يعرف بعد وعليه فقد قابت الوزارة بتكويل اللجنة لتقصي الحقائق ومعرفة الأسباب حتى لا تتكرر مرة أخرى تبقى الإشارة إلى أن اندلاع الحريق الذي أدى إلى انقطاع الطيارة الكهربائي وسبب في وقف جميع الأعمال الإدارية داخل المبنى فقد أدى إلى الغياب الكلي للإضاءة داخل المبنى بالوزارة وترك العمال دون مزاولة نشاتهم الكلي في مثل حازه الظروف حتى يتم إصلاح المبنى